بذاتاً دكتور لو اتكلمنا عن مميزات القانون الجديد قانون التصالح الجديد إزاي ده ممكن يساهم في ضبط الموضوع ويبقى فيه نوع من أنواع الضبط لمنظومة العمران والبناء في المحافظات ده تتواكب مع التطوير اللي بيحصل في المحافظات المختلفة بعد تكرار التحية لحضراتكم والأهل مزبير وجميعاً أخذ من حضرتك الضبط لبز الضبط ده يا أستاذ منا هو ما أرادته الحكومة الحكومة لم تشرع في اتخاذ هذه القوانين والإجراءات تعصفاً مع المواطن أو عقاباً له أو جباية أو ما إلى ذلك لكن أعقاب أزمة 2011 وما أفرزتها من أزمات متعددة ومتتالية كانت أزمة العقارات وبالحق كان يجب على الحكومة أن تتصدل بعد هذه القوانين وبعد الرؤية الواضحة للحكومة وبعد المرونة يا أستاذ محمد اللي ظهرت واضحة في تعامل الحكومة مع الأحداث بعد قانون 17 لسنة 19 النهاردة بنتكلم 187 لـ 2023 خمس سنوات تخلى لهم تعديلات وتخلى لهم مقترحات وتخلى لهم تنفيذيات وتخلى لهم تكفيف وتخلى لهم تدخل من القيادة السياسية من سيادة الرئيس لرفاقه لدولة رئيس مجلس الوزراء للتنميع المحلية أفرع كثيرة وعديدة تدخلت في هذا الموضوع لكن الضبط كان ضروري والمواطن كان لازم يعود إلى بعض المواطنين لن أعممها على المواطن بصفة عامة بعض المواطنين يا أستاذ مرنا كان لازم يعودوا إلى سياق القانون البعض تجوز إلى حد لا يقبل ومع هذا تجد في القانون الحالي أن في حالة وجود مخالفات يصعب إزالتها ويصعب التغاضي عنها أيضا وما إلى ذلك ستكون الغرامة مضعفة ثلاثة أمثال حصل تخفيض من المزايا لسعر المتر اللي سيفرض في حالة التصالح وما إلى ذلك تبسيط في الإجراءات يعني يمكن وأنا بحضر للحلقة لقيت أن دولة رئيس مجلس الوزراء بالسادة المستشارين بالوزارة التنمية المحلية وبالمناسبة في صدر اللي إيحة التنفيذية لما تقرى حضرتك يا محمد بي تلاقي العديد من الجهات بعض الاطلاع على قانون الزراعة وقانون المحليات وقانون الأصار وقانون البترول والصروة المعدنية قوانين عدة وتعددة تم الاطلاع عليها لكي يوافق إصدار القانون الحالي ولائحة التنفيذية اللي صدرت في 25 رمضان 1445 الموافق لخمسة إبريل والليحة التنفيذية فور صدورها أستاذة منا لم تطبق من اليوم التالي وفقا للأعراف المتابعة لها بل أتيح لها مدة شهر عشان كده إحنا أول يوم عمل بعد الأجازة حضرتك بديت بأنها بديت الله بأي جميل جدن